اشتركوا في القناة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة انطلقت فعاليات مهرجان العيد الوطني لسباق الخيل الذي ينظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مدار يومي الخميس والجمعة ضمن السباقين السابع والثامن لموسم السباقات ويأتي هذا المهرجان تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية كما حضر اليوم الأول من المهرجان عدد من أصحاب السمو والعديد من الشخصيات البارزة وممثل الجهات الراعية إلى جانب حضور جماهري كبير وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بتقديم كأس الشوط الرابع إلى الفارس الفائز شيمي هيفرنان وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وكأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز أحمد السادة فيما قدم الدكتور عبد الرحمن صادق أسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز عبد الله سامي ناس كما قدم الدكتور فيصل كانو عضو اللجنة الأولمبية البحرينية كأس الشوط الثالث إلى الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة وكأس الشوط التاسع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس ترجمة نانسي قنقر